سبور شيك الانجليزة مقصر حتى ماتش بش نحكيه كذلك على النادي الافريقي ومنظر كبير هو المدرب الجديد كذلك هل تكون الأزمة اقتصادية وراء اختيار المدرب الجديد للمنتخب المصري حسين حسين هذا الكل منتو حتى ما تلقينك تحية الناس الكل تسمع فينا وتشاهد فينا على ايفام ويفام تيفي تحية لفريق الاعداد ويسان بن الحسين تحية للمخرجة العظيمة نور شلق الفرحة الكبيرة على قريب بزر وشارين بركة ينورت كذلك تحية للعظيم العظيم ايهب في اليافام تيفي ان شاء الله اقبل فرحة الكبيرة كذلك ايهب ووميما القربي في السوشيال ميديا معكم ايدي العادي كوتين ميكرو تعويضا لزميل يامين جرانزا كالعادة نذكر اللي هو موجود في قطر لتغطية بطولة العالم للألعاب المائية سعيد جدا بش يكونوا معايا كالعادة السيبرستار الهجوم في تونس محمد سليتي سيا محمد مرحبا بيك مرحبا مرحبا مهدي مرحبا بخونا مرحبا بنورج ما تريجي سادي المستمعيين شاء الله كالعادة في فورما الخوي الحاس فيك تاها برش الحق شوي اتعب اني جايك اني جايك شوي اتعب بالقراءة اليوم بسمعت بك عملت فرمسيون باي اليوم لا اعملنا رين يوم مع سيب الحسن اي اي العرف جديد كان فما امتاع كان فما امتاع مع سيب الحسن قام من قامات الكورة يعني ما غير واحد ما يختلفوش فيه اثنين استمتاعنا الحق كان مطول رين يوم مطول علمنا فيه برشا حاجات اه يعني نقولوا نحنا فما استراتيجي قاعدة تتكون فما فما رؤية كبيرة ان شاء الله ان شاء الله تكمل على احسن ما يكون خطر نحنا تويكا بيسدد وضع نواة تطوير الكورة في تونس خاصة في سيدة المخرجة بالليحظة لتصفيق كبيرة لتلميذ نجيب عرفتها غنيتك كماشريف انا نحب قرائتي الموت على استاذ هي قالت سيدتي انا استاذ ديسيبليني ايه ديسيبليني ايه ديسيبليني ايه ديسيبليني ايه انا عطينا سكوب شوح كيف انا عطينا سكوب اك انا عطينا على المشاكل اول حاجة اللي توجهها الكورة التونسية خاصة يعني نقوله نحنا في الليباز اه كلها تحكي على الليجون وعلى الليباز على الاختيارات على الليجين دي في على المشاكل اليومية نشوفه فيها يعني فما قوانين حصلا فما قوانين ضد الكورة فما قوانين ضد الكورة ديسيبلي بصلاحة وبصدر احب نتصال جيبك ولا نجيبك اه شهر الجي فما جامعة جديدة ما تخافش اللي اللي عملته الكل تيح كل فلمية لا انا نعمل فيه لشكون انا نعمل فيه عنتي بي خاطر فامتك ما يهمنيش شكون يجيب لا لا خد عارفك العمل تخدمك برئيس لا لا اش نعطيك حاجة اه والله العظيم انا نحب نتقن العمل امتاعي مهما يكون شكون العرفة متاعي ولا شكون اه الفيزافي متاعي ما لكن ما يهمنيش انا نخدم خدمتي جاء خلني مرعبا ما اخدمش انا او نعطيك من الاخر انا التليفونات تكلني على اساس او ولدي او ولد خويا او ولد عمي او ولد كذا والله العظيم يعني يمكن يسمع فيه يا فما شكون جاني خلي شنوه كذا كذا قطلو اه شوه كذا كذا ولدي كذا كذا قطلو انا انا صعب ولدي مو ما شاء الله لي يعني موش حاول يان لكن خلي اه ارا ولدي هال فلان فلاني وانا قعد في التراع قطلو انتي توقعت في التراع وانا استفهال قطلو والله يقول مش نقبل ولدك على خاطر القاعدة هذي منش مش نقبل مصابك لا يا ولدي فم حاجات شو 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 فم حاجات لا ولا 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 اتزيل وزرات ووزرات اخرى لكن فما حاجات ما تجيش ما نحبش الكلامات انا نخدم خدمتي على اكمل وجه نحب ننجح في خدمتي يعني نعطيك من الاخر يعني من 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 دزويد جوار اخترتهم حاليا نعطيك من دزويد جوار اخترتهم حاليا اثنين بارك كونفيرمية عندي والباقي للمتابعة واضح ان شاء الله تكون مكون ممتاز محمد ونا عندي ثقة فيك لانك نحكي معك برشة في القوف بصراحة برجو لي ها ان شاء الله تقعد في الجامعة لانك برشة جواريت بتجمونا من جهة هذك اللي هي جهة مهمشة وفيها برشة كورجي عب ستر بالموسة مرحبا اهلا بيك ميديا هاوكب الشامير نمشي وللضاحية شمالي ايه ايه اهلا بيك وبكافة مستمع ايه فهم صباح حمدول الله بيك فورما خير مسريت اليوم في فورماك تعمل تسعة لمادي ساعة تعمل تعمل تسعة لمادي ساعة اخويم صلي عني بي وبرشة عباد ها برشة 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 دي كوليج مبتزين هاي يحلو زي دي برشة دي بزي يعلو في كمية ماشاء الله ايه ها شكو تقصد ايه نقصد بنازل كل يعلو لكل نقصد في صحب مختار ترابيرس يقول هاي هاي مختار يعلو ديما كلهم كفاءات وكلهم محترمين كلهم محبوبين وكلهم خدامة بجداء بجداء عطيك صحة حتى من 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 المسؤولين اللي علينا يعطيهم الصحة يعني كيفية التعامل خاصة هي اقوى حاجة بالاقبال كل شي بنبدو نحسر ديديكات سبيسيال من يوميما ملايح لمراد ربيع تقوله يا مراد نقص معاشتها بطي تصوري اوك وصلت الامانة يوميما الملايح لنبدأ وبالكرة عادة بكأس افريقيا اه عب ستار راح كنا بارح بارك على الفينال اللي بين نيجيريا والكوديفوار كانت معانا بحضان واجد بوعزي وكذلك محمد سريتي اللي مش نحكيو عالموبارات الترتيبية مع زوز منتخبات يعني صنعوا الفرق في الكأس افريقيا دي جنوب افريقيا والكونغو اكيد زوز منتخبات كانوا دي زوت سايدير معانا حدا حد محطهم بشوس له حتى النصف النهائي ولا حتى الرابع النهائي منتخبات جات من بعيد ورات مستوى كبير وكل واحد وكان عندو ستيل متاعه منتخب الكونغو موش منتخب جنوب افريقيا وروا دو ستيل دي فيران معناها الحقيقة امتعونا في كاس افريقيا هذي على كل المستويات اليوم في نصف نهائي مباراة ترتيبية متاع بوديوم ما فاماش مدرب ما فاماش منتخب محبش اطلع على بوديوم في كاس افريقيا ومارتبة ثالثة نتصور بش نراو مباراة مباراة باهية واي فريق بش يكون ثالث الحقيقة يسحق انو يطلع على البوديوم لانو الكونغو ورات حتى امام البلد المضيف الحقيقة واللي هو امام جمهور وورات معتها مستوى محترم وما كانتش ما كانتش بعيدة جنوب افريقيا جنوب افريقيا فريق فريق كبير سورتو اللي بلو فريقيا فاللعب متاعو كسوات كورا عندو في البوسيسيون لجو فير لفاولي ترانزيسيون لبلوكي كيب دونك فريق كان ممتاز وممتاز جدا مع انت حتى في اللي برولونغا سورينا حتى هو منقوص كان فريق متواجد فيزيكم قادر انو حتى يسجلوا حتى هو منقوص ان شاء الله لي نشوفوا مباراة ممتازة ونصور لي بش اطلع انا كيما كنتم قول يسحق انو يكونت روازية متعرك عن هذين مديرس الفرنسية ومسا البيجيكية اقرب لبعضهم حتى في التاريق التعامل وطريقة التكريك ما اقرب لبعضهم اكيد وال يوغو بروس شيخ يعني واحد وسبعين سنة معناها مدرب كارييرورا سيباسيان دوسابر اليوم قاعد يوري في سيباسيان دوسابر لانو ما كانتش عنه تجارة الكبيرة على مستوى المنتخبات ممكن حتى على مستوى الفرق كمدير رياضي وكمدير فني ما عندوش التجارب الكبيرة كمدرب اول في منتخب اوغندا كان انباساج ما هوش منتخب اوغندي ما عندوش امكانيات بشو صل اللي كان. مش كي مالكونجو نصف نيائي مرتبة الثالثة سيباسيان دوسابر اسمو قاعد يترح في عديد المنتخبات الاخرى اليوم ولا ما تروح. دونك هو اليوم فعندو ان تشالنج دي سابر بش يطلع البوديوم. هي. بش يزيد يطلع الكوتام بتاعه. محمد كيف موابرات الكونكو جنوب افريقيا. جنوب افريقيا خاصة الفريق عجبني برشة انا في الدورة هي ذايا الامانة بطولة هي ذايا كان نقني برشة بش يكون في الفينال. تغلق برشة نيجيريا في دمي فينال اه? بيو شوف اول حاجة قبل كل شي بش نحكي على الجنوب افريقيا شو نقول لك حاجة شوف انا ديما اه في المقابلات الترتيبية انا نشوف ديما تفهم تراخي. يعني نشوفهم ديما اه اه للي زونترونير اكثر منه الجوارات. لانه الجوارات مش يصير تراخي لانه الكونسنتراتيون مش تقل. صحيح. لانه ديما كان مخامن في الفينال مخامن في البوديوم اللي اقوى واعلى. طويك حاليا طوي لزونتروني الجوار انا حطرعشتها الحكاية. انا نشوف اللي اه النفسية والمنطالة متاع الجوار يمشي الاحتراف اكثر يمشي الفرضيات اكثر. شنو مش نعمل في المشل خلاني اذاي. نختمها بخير نختمها بحاجة نختمها بفنيات اقوى. انا نشوف اللي نجم تشوف تراخي في 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 الماتش هذي. اللي ديما نحنا ما نشوفهوش اللي هو ذات اهمية ديما اصلا يني ترى الماتش اللي قبل هو هو على تيتر على تروازيان بلس لي هي تسمى تيتر. لكن من نحنا ما نحسبوهوش على اساس هو اه ماتش مهم ديما نخمو في الفينال نخمو في الجمعيتين اللي الفينال. فقط اللي انا نقول لك ديما اه حتى الاضواء اتا ما تبداش مسالت عليهم كوم يلفو. نشوف انا وكيفية التعامل مع اللي كيب امتاعو مع جوارة امتاعو نشوفها لهنا يظهر اه كاقيمة حقيقية كيفاش المعاملة كيفاش الاحترام كيفاش التعامل مع المباراة. كيفاش هاشتها وقتاش هاشتها محمد. هاشتها في بارس انا لعبو في اه ما تشوات ديما في الماتشوات ديما تحسها تحس اللي فمتها راخي مثلا. حتى حتى في البلاي اوت. ايه. في البلاي اوت وقلية. ولا تبعد تبعد على المشكلة اكاتريان بلاس. نرمال يقول لك. كيما تروازيك كيما كاتريان هومي. سامتك. وغيرتك صحة. تك الصحة عندك مضيفة عبستار عليك قال لي قالوا محمد. لا لا هو صحيح. معناها انا كيما كنت نقول معناها موتيفاسون بش كون دي سابر اكثر ان هو بشي والي يحب يوري. سيح. روحو حتى ستار بيب سيفي كما قلوها. تروازيها مشكلة. معناها سوليسيتي من زي. سوليسيتي كان معناها من من برشة منتخبات. امير عبدو كان هو بشي شد منتخب غاني ممكن ادي بيستة نحط نجم يكون هو اصلا مدربين اخرين سي دي سابروا ليوكو بروس حتى يكونوا سوليسيتي من غانا. دونك بالنسبة للمدربين مهم ياسر. وشوف اللي جهور تاول لو يخموا بشارجه الجمعياتهم رو بالنسبة لهم المبارات الترتيبية ادي شكلية وبتشتوفة بشيخ الطيارة ويرجع الفريق وهو ويرجع ويرجع الاستخبال يبدأ خاف الفرحة والاستخبال والجوة. ونلقى روح ايانا خاصر بلاستي في جامعيتي وكل شي. سير لبلو ما نتال ما هوش سهل تحذيره. واذي دور المدرب انه بيش يحاول يخرج لهم من جواريت ويدخل لهم ممكن في المبارات. بالضبط. نخرشو فازل بعدك نرجع نحكيه على المبارات الهيلة السعودي والنصر السعودي وكذلك انتقال يوسف للدور التركي. في سبور شيك تحية للناس كل سمع فينا معايا كل من عبسة عرب الموسى ومحمد السليتي النجم التسعينات او قبيعي تسعينات ولا نزيد نكبرك. نكبرك ولا زغل. نكبرك. نكبرك وعدي خم بشي يرجع يكوره وحطمه سي. بترجع تخم بشي تلاتكور. شوف لنا سيابي خلنا جاكور. رحبا نقصنا احنا بدلنا احنا بدلنا يعني والله يجبتلي موضوع انا محبش نحكي عليه. اه. مير كان زال يغير عادي في اللي حكيت هذوم. بدل اه سنيبرك. بدل اربة لخمسة جوارات. ياسر مش رجي حطوا دوين ميدروها. فمش كون حطوا بيفو. يعني يبدل دي ما يبدل دي ما يغير ومش سيد عليه. عادي جدا. عادي جدا. ماير دولت عنده. بس يا بن عيسى ولا بيفو. عنده. دولت عنده كبيرة لانو دار ما حطت الكورة اجربها. حاليا انت ولا اه يا اخو ليني سياطيف. هاوك عندك المكروم محلول. ني دي المهر كان زال يقول رجعني اخويا بن صادم. اخويا مهر صاحبي اخويا وعشيري. مارك عشرة بوتوريناي اللي سيابيها. لا خمسة. خمسة. خمسة ام عاش نفك وكهو. نرجع للكأس افريقيا. بعد كأس افريقيا الاتحاد الموريطاني خاصة اللي ترشع والمرة موريطانية للدور الثمن انهي امير عبدو طب تجريد ثقة فيه. وتجريد عقده حتى الالفين ستة وعشرين للمدرب اذا اللي كان زادة من برشة اه منتخبات. اكيد انه بعض الانجاز التاريخي اللي صار مع المنتخب الموريطاني انه تأهل ثاني مرة معناها دوسويت للكيس افريقيا ومنتخب بيلقى روحو في دور ثاني لأول مرة معناها اه في تاريخ موريطانيا. مدرب ورا معناها حتى سور البلان تكتيك رينا بصمة كبيرة. متاع المدرب على المنتخب الموريطاني طريقة الدفاع. طريقة الترانزيسيون اللي كان اه موجود بها منتخب الموريطاني. الحضور البدني كيف كيف. متاع المنتخب الموريطاني ترتل توكان هذيا. اه اليوم موريطانيا قاعدة فهم استراتيجية كاملة وفهمة ان بروجي سبورتيف حاطته الاتحاد اللي هو احمد يحيا. دونك حاطت حاطت بروجي سبورتيف في موريطانيا. سورتو اللي بلان ومعناها حتى على مستوى الشبان والتكوين وكل شيء والناس قاعدة تخدم وقاعدة تقدم ويمن بالكونتينويته يقمن بستبيلته. وتجنيز التجنيز اللاعبين. التجنيز اللاعبين. انا كنت تحكيت مع اليوم حتى السباح مع صديقي اخويا الاسلام زوغي مدرب. الراس قال لي رام مورات موريتانيين ما همش مجنسين لهم رام عايشين غاديكة وعندهم اصول موريتانية معناها راموش مع انتا ما عندو حتى علاقة موريتانية وجنسون عندو الاصول ويلعبوا في بطولة موريتانية. ويلعبوا دونك موش حكاية تجنيزه ولا شيء. دونك اه صوليسيته كان امير عبدو من عدة منتخبات ومعنى التاش متاع الاتحاد الموريتاني مكانش سهلة لانو امير عبدو ممكن فم تيسالات كانت منتو ونص منتزير. غانا ممكن كان قبقى وساين اوادن انو بشي صح. براتيك مو عام فقط في راقة افريقية كانوا يعني آآ تصلوا بيه وحكيوا معه. وضعفوا له السالير متاعو امير عبدو في موريتانيا بون كذي عملية. واندك لخبار. ضعفوا له السالير متاعو لو بجيك كيف متاعو انو التآهل للكيس. وليس شقة دمع المزوخي بأكيد. اما كاس العالم هما في مجموعة صعيبة الحقيقة في سينيقال. ما نتصورش انو منتخب موريتاني قادر انو يتآهل كاس العالم. دونك لو بجيك كيف متاعو منو كاس افريقيا في المغرب الفين وخمسة وشليه. صحيح. مع المنتخب في تونس يعمل دوزارية الهنة في ماتشاميكال تحارس. كان جاي يلعب في تونس الحارسة ذكرة وميجيش حتى كاتريام قارديان رو ينتخزر له من بعيد قلو رجع الفستي. عندك مضيف على امير عبدو. امير عبدو شو اللي عملته موريتانيا يسحي يحسب اللونترنور. لكن قبل ما يحسب اللونترنور يحسب على استراتيجي اللي وضحها اتحاد آآ رئيس الاتحاد. انا على علم بقوة رئيس الاتحاد في آآ آآ في 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 نقوله نحن في آآ عند ويدين في كل ما هو نجاح يخص المنتخب. خاصة انا نقولك حتى قعد آآ آآ امير عبدو آآ نقولك بقرار من آآ من رئيس الاتحاد اللي آآ في كل كبيرة وصغيرة تلقاه هو عند ويد فيها. انا نقولك مثلا على آآ آآ اللونترنور سي اللونترنور يحسب له الاختيارات متاعه. اختيارات متاع الملاعبية. اللي قال طويك والله اتفاجأت لي تجنيس. مونا انا نشوف اللي هم مش مجنسين. نشوف اللي هما. اول الحاجة استراتيجية هذية جلبهم بش يلعبوا في البطولة ثم تجنيسهم كما نحن عملنا في يوم الماء. انا نشوف اللي آآ استراتيجية كاملة استراتيجية متاع رئيس الاتحاد هو اللي آآ هو اللي اختار بش يقعد الانترنور وبش يكمل وبش يحافظ على نفس المجموعة اللي نجحت بش يخلي ديما هو هو واللي آآ لاقت استحسان كبير برشا في آآ الشارع الموريتاني. من آآ الموريتاني نطيل والتزاير آآ عبد سلطان نحكيو على يوسف حطال اللي على اللاعب الظاهر الايمن في المتخب الجزيري برشا بوليميك عليه لعب هذية رسميا يعني بش انتقل الدور للتركي بعد يعمل في يعني فيزيت ميديكال غاديك هتاوي مع فريق ديمير سبور للتركي يوسف حطال اللي بعض المشاكل هي كل اختار يتواجه البطولة التركية. هو ما عندوش شوى اخر ممكن آآ توميو بوروي اللو اليوم القاه معناها الوفر هذية بش انتقل الدوري التركي لانو منذ الحقيقة الدكلاراسيون اللي عملها هو هذي كفيم خصوص الوضعية متاع آآ فالسطين ما لبسش حتى مريول يعني اليوم لاعب راو يقعد المدة هذي الكل ما لبسش مريول ومهوش كمبيتيتيف راو مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة تنجم تأثر عليه هو في كاريير وتأثر عليه حتى في بلاسه مع المنتخب الجزيري ممكن النجم يفقدها بمرور الوقت لانو ما تلعبش من نجمش هنا نجيبها نجوار نون كمبيتيتيف ونجي نحطوه ونلعبو دونك حتى كمشي تدز معاك آآ لبلادك رايبش تدز معاك في 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 مستوى معين ومتنى نجمش تمشي لبعيد دونك بعد خدا بشتفقة حتى الجاهزة البدنية با آآ بشتفقدها اليوم ممكن آآ برميلي شوز لطلبتهم نيس انو هما لسانكسان ميل أورو لسالير لقدم متاعوا هو على النادي جديد دونك ذول النادي جديد وافق على 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 الانتقال هذية آآ صفقة ممكن في في تركيا اليوم شوفنا يذولي حتى اربعة ولا خمسة آآ ديزارير درواء اللي صحوا في تركيا ممكن صفقة آآ لعالمين في تركيا معنا برشا في رق جيبوا ديزارير درواء آآ لاتيرو نيس كيف كيف انتدبت ظاهير ايمن وحذرته اليوصف عطار دونك في مخا يوصف عطار معاش بشيكون اساسي هو مالبس مريور من نحكي مالبس مريورو موج بش يرجع معانتا حتى لا هو استعنف العقوبة وكل شي لكن مش بش يرجع حذرت له ولا ترى الاخر في الفترة هذية دونك يوصف عطار طوم يوم بروي انو يمشي للتركيا ويكون كومبيتيتيف وفي فريق فيه نجوم زيدا هاي دونك فيه ماركس تاسع هو ماركس تاسع فيه بالوتالي في معانتا ما نيش عارف نفس اللاعب معتاز نوراني نفس الفريق ولا لا ياجم يكون محمد اه سبع عشريني سنة يوصف عطار لاعب نيس انتقل الى الدولة التركي عنده قصة اللاعب هذية ليانو اللاعب هذية ولاعب ممتازة ولينها في كأس افريقيا الفيون تسعتاش يعني كان من احسن اللاعبين الموجودين في المتخابة الجزيري المشاكل اللي صارت له خلته يتنقل من الدولة الفرنسية للدولة التركية طب الحاجة عمينا هنا اهتي اه مهدي مش مشكلة كيف 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 اه اه مهدي مش نحكو على نقطتين اول حاجة اه الانتقال اذايا مرهون بعزيمة يوسف عطال فينا حد ذاته اول حاجة مرهون بالعزيمة بش يتجاوز اللي حصر له يتجاوز اللي صار له الكل يرجع كرييره لكن ديما في كل كريير وفي كل اه كريير اي ملاعبي لازم تلقى ستيا لازم تلقى شكون يعاونك لهنا نحكيه على تعامل المنتخب في الفترة القادمة مع يوسف عطال انا نحكيه على الحافز المعنوي يقدمه اه اه المنتخب الجزائري ليوسف عطال بش يرجع 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 الملاعبي لسالف عهد ويرجع الملاعبي للقيمة متاعه يعطي للملاعبي نقوله نحن يعطيه فرصة لتدارك ما فاته ومبلويس هو 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 ضريبة قاعد يخلص فيها ماهيش ضريبة كورة ولا رياضة ضريبة سياسة انا نقول ضريبة سياسة اه 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 ضريبة اه نقوله نحن توجه اه محمود عندي اينا لانه توجه ديني توجه اه نقوله نحن موقف موقف اه مشرف موقف اه ايجابي للملاعبي هذايه نحن نحن نتمنىولو بش يرجع من الباب الكبير لانه نقولولو راي الكورة عندك حاليا والكورة عند اه اه الانترونير اللي مشي جيه اللي كيب ناسيونال الجريان هو محمد موقف صحيح مشرف على رأس الناس الكل لكن يلزم تقول اللي عبين المحترفين اللي لعبوا في البطولات الاوروبية يعرف يعدي المساج بطريقة ذكية يعني كيبقتلي بش تساند تساند تعرف تختار كيفاش الكلام اللي تقوله من غير ما تدخل فكرة دوامة متاع الكراهية واللي كيفوها هوما متاع كراهية وان وكل شاي دونك هو يوسف عمل رياكسيون متاع حب متاع غيره على على فلسطين لكن لو شوا متاع كيفاش يتكلم وشنيه يختار دونك هو اللي كان غالط وهو مش حبو حبو يخليوها عبرة للعباد الاخرين بيش ميمشيوش على المانويل متاعو خلص برشا ان شاء الله هالفرصة هادي لجيتو على دبعين منوت تخرجو من الحاجة هو اللي يتخل فيه كانت نجم تحطمه جمع تحطمه كرييره ديما انا ديما نقول الدنيا مواقف والمواقف هي اللي يتخلدك ولا مهما تكون يتناجم تكون يقول لك نحن يوصف عطال نعرفوه اللي هو ملاعبي ونعرفوه اللي هو كونفيرمي حتى كان ما عودش كريير وما نجحش ونقوله نحن تحطم وقف كريير ونقوله لو كان ملاعبي وحط متو الجاس الفلانية اللي كانت مشرف وكذا وديما تذكره كم الخير نحكي لك على مثلا دو جوور مهم بوتريكا وصلاح صلاح ملاعبي كبير يسر ون اقوى الملاعبي آآ في 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 العالم العربي بش نحكي عليه شوية اخر ايه لكن اللي المحبوب هو بوتريك لان الدنيا مواقف صحيح على بتيدي طاي وان كان صلاح روموش مولان في الحكاية هذي لكن المواقف الاجابية هي اللي تخلدك مهما تكون واضح هنتيرو متزين نمشيه للسعودية البارح مباراة كبيرة كبيرة برشة آآ عبسطان نحكيهوك يعني آآ كوراويا كبيرة تكتيك مو كبيرة حتى جماهيريا كانت قوية بيئة ياسر استعراض كبير كان من الاول من عند المصارع واليام كلاوي مع معروف آآ باسم كمان يشنغالت اندري تيكر اندري تيكر اندري تيكر منها ملا دخلت خليلها فاجأ الناس الكل والمباراة اللي بين الهيلال والنصر السعودي اللي هي مباراة كبيرة ياسر البارح خاصة الهيلال السعودي كان قوي برشة في المباراة انت صالفنين بلايش اهداف سرقية طيقة اسمعتاش وسائل المدوس هاري ملا ملاحبا ازاك سائل المدوس هاري خلق الهيلال آآ هو صاحب كأس الموسم الرياض هو موسم الرياض الكل استعرار الحقيقة معناها شفنا برشة حاجات آآ معناها شفنا حتى المباراة اللي قبلها ستة سفر معناها معناها ترميامي والعرض اللي قام بيها عطان نادي النصر شفنا كيف كيف الهيلال قبله الهيلال الحقيقة فريق قوي ومش مش من البارح بركة معناها انه هو اثبت قوته على النصر اللي انه حتى في الماتشالي في الشمبيونات 3-0 انتصار الهيلال معناها ودميناسيون كبيرة معناها على النصر الحقيقة مباراة تكتيكية من قيمة اللاعبين المتواجدين من قيمة المدربين اللي موجودين في دوري روشن اللي هو اعطاه معناها الحقيقة ايماج اخرى على الكورة هذية شفنا معناها البارح مباراة الهيلال وفيها في نصر على لعب يعني يعني الموبال الهدف الثاني هدف ولا اروع معنا تشوف سالم الدوسري كيفاش الكورة محمد ينجم يحكين عليها اكثر معناها اللو بتاك في الظهر من وراء ديزويد تاك قرديا مقدم مع انت هنجلس تكنيك كيفاش هنجلس تكنيك وحط هيلو حط هيلو في الشبكة دونك لحقيقة شوفنا مباراة كبيرة الهيلال يستحقل الانتصار هذية وشوفنا كيف كيف شوفنا كريسيانو رونالدو منرفز شوفنا حتى في البوديوم يحكي مع تركي تركي الشيخ ومدغشش شوفناه وقت لي خارج مريول الهيلال وحركة لأخلاقية اللي سور لريزو سوسيو قائمة تو عليها للدنيا فيه مانش مش نحكيوا عليها برشا لكن مانش مش نحكيوا عليها حطوا في بلاسا شوفنا انو حكيوا حتى الميدا يمتيعوا يقاوها عند أولاية صغير معناها من أحباء الناصر قالولو شكون تعشكون الميدا يقالوا منبع كريسيانو دونك رونالدو البيارحم ذد الهيلال محبش يخسر كنت كيما رونالدو كتكاور محمد لا تنظر تنظر والله يهديك نقصي نحن كلمات شفت ايه شرونالدو شرونالدو اخويا انا دي عجبني داليمة داليمة حاجة اخرى رونالدو الاصلي يعني الاصلي 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 ما لابونتم على زي وتكروف في البينار مع الانتر لكن شوف انا نقول مباراة استعراضية للنصر ومباراة كرابية للهيلال ورسمية لان شوف كتجي تشوف مثلا تقارن يمكن التفوق الهجومي كاسم للنصر يكون على حسب الهيلال لانو كتشوف اه تاليسكاش كرواء وارونالدو ومقابل شكون الدوسري لكن كتشوف الدوسري اعمل اقوى وظهر اكثر لانو كمنظومة وكتناغب وكانتشار وتنظيم الهيلال كانت اقوى برش كاليتيت جوار مع التنظيم اه اقوى بجده بجده سيرتو وتنجمانا تكون عندك ديزات اكون قويية لكن ما عندكش ما عندكش في الوسط يكون يوصل لك ولا يكون الوسطن تاعك اضعف ما عاجت نجم تحمل حد شي يعني كاينك اه نقاط القوة متاعك ما ما تظهرش في مارش كما اه كما البارح مع الهيلال مع الكاليتيت جوار في مليو التيران انا هنقول لك الانتشار تشوفه يعني بدقة يعني فيما انتشار بدقة من من طرف الهيلال انا هنقول لك اه موازين القوى اقوى شو الهيلال توحاليا اثناء اقوى من نصر في جميع المواجهات برش برشي تكون اقوى بالنسبة لك المصحيح محمد ترى يلاقوى برش همال نصر اه هو الهيلال ما فيهيش لاعب نجم ساطع هكاية اللي انوار الكل عليه هو اه معناها فما صحيح فما لاعبين معناه على مستوي عالي جدا لكن لاعبين يتكاملوا في اللعب النصر ديما نشوفوا النصر نشوفوا كريسيانوا نشوفوا معناها انه يزم الدنيا الكل توفى عند كريسيانو وكريسيانو خمو في الاهداف. النصري خمو في الاهداف احسنت. هو اللي يسجل ويخرج وي مش يعمل. الهجمة والوسط والانتشار. ما فهمش. الهلال فريق معناها ما هوش من فراخ. انه ما نتصورش ان الهلال غير قادر انها بش تجيب احسن لاعب في العالم يعني قادرة مادين انها تجيب. لكن اليوم المرتبة متاحها الولة فوزة بكاس بكاس موسم الرياض. دونك الهلال لحقيقة تنظيميا. الكلام صحيح نتعى محمد انه تنظيميا. اه وجماعيا خير من نصر. باهم من السعودية نرجع على المصر. هيا مش نحكيه على محمد صالح. عش نحكيه على حسيم حسن وابرهيم حسن. السويل هو يطرح نفسه لأثلت الازمة اقتصادية في اختيار مدرب المنتخب المصري. خاصة رئيس الدولة سيسي كان نحكيه على المدرب المنتخب المصري. نسمعه وشنو احكيه رئيس دولة رئيس جمهورية المصرية. بعد ذلك نرجعه للبلاتو. احنا قلنا ان احنا حنجيب مدربين من برة تاني ولا حنجيب تاني. خلاص. بيش بقى خلاص. يعني. فالمدربين يعني احنا ليه ما عندنا السقف في المدربين المصريين. احنا قلنا الدكتور عشب بنقول له هتعمل ليه. قال لي لا يا فندم. احنا ان شاء الله مش هنجيب مدربين اجانب تاني. وحنكتفل بالمدربين المصريين. ولازم ندي الفرصة. النتيجة واحدة. سمعته سيسي رئيس دولة الدولة في مصر يقول لك. ما عاش نجيبه مدربين اجانبشنا نعطيه ثقة للمدربين المصريين. زعمة اللي اثرت نوهم بش نقول لك اثرت السيء السيسي هو اثر بش اختيار المدرب ولا بش نقول لازمة اقتصادية نعمل فهم ازمة اقتصادية. ازمة دولار كم اقولها في مصر. هو لازمة اقتصادية لازمة الدولار لاحد شيء ممكن مصر اللي كان يخلص ميتين الف دولار موش مطاع بلد في ازمة. صحيح. اقتصادية ولا عندها مشكلة متع دو فيس. معناها منتخب اه والاتحاد المصري يقادر انه يجيب اي مدرف العالم كان قبله كيروش يخلصوا قبله 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 نس كل قعدة تخلص. التوجه متاع الاتحاد المصري كان آآ رفيرونار وكان تفهموا اتسالات متقدمة مع رفيرونار وحطوا دي كريتير معناها آآ قويين على آآ الناخب اللي بشي جيبوه يزيمها تتوفر فيه بشي جيبوه سيناء بشي جيبوه مدرب وطني. التصريح متاع الرئيس حتى وبتفدليك فيه مساجر الرئيس الاتحاد المصري. تتصور رئيس الاتحاد المصري قادر انه تايح كلمة الرئيس ولا وحتى هي بتفدليك. دونك ما نجمش يحكي. البارح فما ممكن حتى صحافي مصري كان قال روى آآ آآ تعيين حسيم حسن كان بتعليمات وتوسيات من وزير الشباب والرياضة المصري. صحيح. الرئيس الاتحاد. دونك هو عي. حسيم حسن اليوم عليه اجماع الجماهيري اجماع متاع العيبين القدامة متاع على الرأي العام الرياضي المصري على تعيينه آآ مبعض تعيين حسيم حسن تحب تونجي ونحكي وعليه شنية البوليميك نجميع ملها. خلانشوف الخبير متاعنا عنده سكوبات في مصر في مصر يارف صحيح من عينا من عينا من عينا من عينا من عينا تلبيه الا هو الاستياد ولا التلميذ من عينا حسيم حسن شوف صراحتك الكبيرة معامل شوف شو قولك حاجة. اول حاجة بعد الاستفتاء الاعلامي الاستفتاء الاعلامي بشأن المدرب المحلي صار استفتاء اعلامي بشأن المدرب المحلي. اي. والذي وقتها تطرح اسم حسام حسن بقوة. فبعد ما تطرح شاف اللي يفهم استحسان جماهيري. اه. الاسم انتاع حسام حسن. اه. فاصبح حسام حسن مطلب جماهيري من درجة اول. هذه الحاجة الاول. الحاجة الثانية. اه. يخرج. اه اه انقوله نحنا الاب الروحي. اب الكورة المصرية. حسن شحات. اه. وزكي حسام حسن. سألوه مباشرة. قالوش كونت زكي. اول اسم قال حسام حسن. فهذه زادة بونيوس الحسام حسن. ثالث حاجة. تشوف التجربة انقوله نحنا الغير مكلفة. الغير مكلفة. اللي صارت في المنتخبات اللي نجحت. اللي هي الكامرو السينيجال والمغرب. مع مدرب محلي. سيقوله هي مصر نجحت مع مدرب محلي. مع مدرب محلي. فكان التوجه زادة قوى النص يوم هذي. نص يوم هذي. بالضبط امتاع المدرب المحلي. مع نقوله نحنا. تفويحة. اللي هي رئيس الدولة. يجي يقول لك راو كذا كذا وراو المدرب المحلي وراو هاك وهاك. فصار الاجماع. على اه اه على حسام حسن. لكن. انا. انه. 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 لانه على حسام حسن. ضبط نفس. اخوه. ابراهيم الحسن. حتى هو مش تقصير اطباع. اطباع العنيفة. اطباع اللي اه ما تصيرش للمنتخب. ماشي تصير على منتخب. تصير في فريق. لكن في منتخب. اذا يا مصر. والاعلى سيت في الافريق. ما ما نظنش كان الحاجات هذه اه اه تجوز به. انا نقول يعني ضبط النفس لابراهيم حسن. اه اه اقبل اقبل اه النتائج. اه عبد التهر حسام حسن كما احكيه هو ضبط النفس. لكن معرفوه معروف صارم حتى ده يعني كواليس المنتخب المصري والصحافة المصرية تقول لك اول حاجة بدي بها. قالوا ما منعبوش في مارس. في دولة لبارات. نحن نلعى مباريات اهم من مباريات هذه. هو صحيح. اه فما قوة شخصية من حسين حسن وكاركتير كبير. وذي الكل شفناه حتى من تصريحات متاعه اللي في وسط الكانو وكل شي. لكن انا بش نقول لك تاوه بش نعطيك سؤال. اين حسين حسين بين القول والفعل? صحيح. مش معناه? اه اي فاهمك. اليوم حسين حسين بعد مغادرة محمد صلاح اللويفر بول بعد الاسابة عمل تصريح وتصريحات في تحاليل متاعه التلفزية. قال انا كمدرب وكان جيت انا مدير فني متاع منتخب مصر نخليه يروح ليفر بول. لكن محمد صلاح معاتش بش حط سيقه في المنتخب. ما يجمش. وراوك يبدأ ميسي حتى يلعب في في المنتخب المصري. المصري. رو يتم استبداله وما فاماش لاعب لا يقع استبداله. اليوم يا سي حسين حسين انت المدير الفني للجهاز آه المصري. اليوم انتي صاحب القرار. انتي اليوم آه في مصدر القرار. هل تقوم باستدعام محمد صلاح. للمباراة القادمة اكو السواء الدولية ولا اللي هو ولا مكشبش تعيش. انت تفرشت فيه البارح في الدور نحكي على كأس الرياض. تفرشت فيه. تكلم روح حسين حسين البارح. جابوا وتكلم. تكلم برزانة. يعني تبدل حتى لطريقة الكلام اه تبدل. محمد برشن وجون في المنتخب المصري. ونعرفوه حسين حسين صاري ميصر وانت العبت في مصر وعندك فكرة عليهم الكل. ترى اليوم يجي منجح حسين حسين في المنتخب المصري. شوف انا بش نعطيك حاجة بش اخلاقيا. نحيكوا رويين الساعة قبل كل شي. اخلاقيا. الملاعبية متاع المنتخب المصري. متاع مصر من اعلى ما فما اخلاقيا واحترام للمدير الفني. اه بيه برش. كي نجي انا نشوف يمكن اشوه هو على الانفعال في المغة في في مصر وقت الماتش. يمكن حسين حسين نقالها بانفعال على 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 صلاح وكذا. لكن هو في مخه يحب يعاود التجربة متاع حسين شحاتم عميدو. لكن هذا يا روي صلاح روي ذا يا احسن ما انجبت الكرة المصرية. ما ما من غير يعني من غير ما نقدحه في اي انجاز عملوا مثلا اه جوار اخر كيما ميدو كيما ابو تريكا كيما لكن نحكي كراويا روي يعني صعيب الاستغناء على صلاح. روي مش مشكلتي انا اللي الفريق مش مشاه. انا نقعد قوي ما نتبدلش. سي صلاح سي يقعد صلاح الكاليتي وال والاحسن لعب عربي. لكن انا يا اخويا مصر ما مشاتش مانيش نلعب واحدة. انا وصل لي كرة. حط لي اه اه كاليتي جوار ملاعبية اه في في حجمي انا بش وصلولي كرة. وخلوني نخدم رول برك اللي هي الرول الهجومي ومع اه اه كاليتي كيما ليفر بول. طيو انا نرجع لك نلعب لك ديما اه نفس نساق كيما ليفر بول كيما للمنتخب المصري. لكن روي ما تاخذنيش باخفاق المنتخب المصري بش نتحملها محمد صلاح. محمد صلاح يقعد اعلى قيمة عربية اعلى قيمة مصرية. لكن ديما ضبط النفس نقول. دونك الكلام قدام الميكرو روي سهل. وبش تكون انتي المدرب. وانتي راك اللي تاخلي ديسيزيون روي سعيب. لانو اليوم برشا نرى واحنا حتى كنا نبدأوا نحلوا وننقضوا في المدرب وفي الاختيارات وفي الو في الواحد. روي سهل كيتتكلم قدام الميكرو وتبدأ انتي هكاية ماجر حد شاي. قدام انتي شنية عندك ضغوطة. هذي ابرز مثال حسيم عسن اللي بش يستدعى اه صلاح الماتش الجاي وبش تكون علاقة كبيرة بينه. موسى فما امور واضح. وظاهرة. موسى انتي على اه حاجة تضربت اه خاطي كرة القدم مش تحملني خسارة وتحملني اخفاق متاع فريق كامل ومتاع منتخب. لا هذا لا جوز. انا يا انسان انا. انا انسان محترم. ومن غير عندي. لا ومعلوم اللي انا ما عندي حتى خلفية. ومعلوم اللي ليفربول التجهيزات والامور الطبية. قلو حتى كان مضروب تقعد معنا. ولا بورم تاعك كا قايد فريق. راو مهم يزر في وسط المجموعة. وراو الاطار الطبي. هذا رأي. هذا رأي حسام حسن. هو في مصر. هو في مصر. رأي الاطار الفني والاجمع اللي هو يزمو يمشي. هما ادرى بالحقيقة. وادة ساعتها عايشين الوضع. هما ادرى بحسام حسن. وكل وعد الله الحسنة. وكل ما شاء الله عليهم يعني كل ذاك حسام حسن وذاك وذاك محمد صلاح. هو كان عنده درجة بلاه في المنتخب الاردني رأي حسام حسن. ونجح مع المنتخب الاردني في بقى في عديد المباريات رأي حسام حسن رأي وراه وراه نقبله وعنده خبرة. لا نعرف. ولد الفريق ولد المنتخبه. كاريزما. كاريزما. عندك ما تضيف? آآ ابتستان. لا 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 احنا ما رأي ما نشكوش في كفاءة بتاع حسام حسن وكنجم منتخب مصر يعني رأي نحكيه على قامة من قامة المصرية يعني حسام حسن وعليه اجمع كبير وتازكية كبيرة ومحترم من كافة معناها اللاعبين في 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 المنتخب المصري. نتصور انا المنتخب المصري تجربة باية حسام حسن بش ممكن اتباعه بتاعه تتبدل الشخصية بتاعه تكون اكثر دبلوماسية كيف كيف ابراهيم حسن. اعي. وممكن اذي بش تعاونه بارشا في بقية الكاريير بتاعه انه بش تبدل حسام حسن يرينيه. بيه. خلنحكيه ونسافره من مصر نمشه للمانيا. غضوة ما تشوك بين الولاني والثاني بين باير ليفر كوزن وباير منش. مش نحكي انا برش على باير ليفر كوزن الفريق الوحيد اللي مخسرش في خمسة بطولات الاوروبية الكبار. اه عنده كافية موبالات لعب فيها منهم حتى توت كومبيتسيون لعب حتى في الاوروبا ليج. اه عمل ستة على ستة في الاوروبا ليج. اه في الكأس الماني عمل اربعة على اربعة. وفي البطولة عمل اه ستاشنة انتصار مع اربع اه تعادلات. يعني ساتستيك كبيرة ياسر لفريق ايراني الانزو. اللي هو يعني لاعب ممتاز في وسط الميدان. جاء في اكتوبر الفين واثين وعشرين. وفما اه يعني التواصل مع الفريق. والمدير الرياضي هو سيمون رولفز. اللي هو ان شاء الله ننطقب للموا صحيح. سيمون رولفز يقولوله هما. اللي هو مزوز وسط ميدان. من اكبر مجاة انجبت لعمل قد كورة القدم. نحكي لنا على اسبانيا والمانيا عبس اتار. هو لاكيد باير ليفركوزن امام معناها اه زوز مقابلات ويحطم الرقم القياسي. سيعم. معناها متاع باير منش معانتها اه اثنين وثلاثين مباراة دون هزيمة. فريق من اه من ماي اه اللي فات اه مخسر حدا مباراة. يعني اه معناها الحقيقة اه كبير برشا. ثمانية وعشرين انتصار ويذولي ولا ستة وعشرين انتصار واربع واربع تعادلات. يعني رقم كبير متاع انتصارات. لو تنجم تعمل ترونت ماتش مع تسان ديفيت. وتلقى فيهم برشا ماتشوات متاع تعادل. لكن لتو معناها دو فيكتوار اللي عند لبايرن ريفركوزن. حاجة كبيرة برشا. اه غضوة البايرن قدام اه تحدي كبير. انه يواصل السلسلة هذية امام الكونكورن ديريكت متاعه البايرن. اه لو يربح البايرن انه قادر هو باش يحافظ على المرتبة الاولى. قادر انه باش يحطم الروكور هذية متعطين اهو الثلاثين مباراة اه من غير مغير هزيمة. هزيمة يا. تشوفي االونز وقاعد يوبرس. ويوري في امكانياته كمدرب وكاليدور. لانه. براتيك ما هو نفس الثمانية لاعبين ديما اساسيين يبدل ثلاثة اربعة ما عندوش يعني بدل. ناوك هذي يحافظ على السابيليتي يحافظ على الروبير ديجو متاعه لانه فما وساتور في الكورة رو كان كو بش تبدل وتشوم بردي ليكيب كل مرة رك ما تلقاش لروبير ديجو. عندو احسن لاعب البطولة الالمانية تشاكا اللي يعرف يتعامل مع الكورة باستاتيستيك تسوى سبعين بالمئة. اي دعب السويس ريلا. اي دونك الهني روي جن قولك حتى العلاقة العلاقة متاع الانزو حتى ما بينهو واللاعبين والادارة والجماهير روي حتى في الدكلاراسيون بتاعو قال هذي نقطة قوتنا. فما معناها اه امبيانس كبيرة في ليفركوزن مخاليا النجاح هذي قاعد يتواصل ما هوش من فراغ. اه مدرب شاب. اي. ما عندوش تجارب اه كبيرة تشافي الانزو. دونك التجربة والخبرة رايما هيش هي المقياس متاع مدرب ناجحة ولا فاشل. تشافي قاعد اه يوري الانزو مقابل تشافي الاخر اللي هو يعمل فيه باركور اه نيغاتيف مع البرس. صحيح. اه اكثر فريق تصل للكورة في تلوازين بارتي هو ماشستر سيتي في في الوروب يعني في تلوازين بارتي يععم برشة فرص وهذه استاتيستيك كبيرة. محمد لي فريق كما بير ليفركوزن محمد. شوف هو الحاجة طو مثلا اه الماتش متاع الماتش الجاي ضد بير الميونير. غدوة. اي غدوة. يعني شوف حتى في 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 سورة الاخفاق راي كلها تقعد مجرد ارقا. ارقا. صحيح. علاش? لانه تقعد مجرد ارقا بعد النجاح اللي صار في كل الحالات تاو تكتب له النجاح. صحيح. تكتب له النجاح. ولهنه آآ نحكو على مدرب في بدايات. يعني لمنه هنا تفهم عدة رسائل. اول حاجة الاختيارات قبل كل شي. يجبك تعمل استراتيجي باش تكون انتي ناجح. يجبك تكون عندك استراتيجي قبل لشيانس قبل لكمبيتيسيون. يجبك الاختيارات الملاعبية اللي تتماشى مع الرؤية بتاعك. هذه اللي حاجة الثانية اللي انتي آآ آآ توظيف الخبرة متاعك كمدرب. اي. مهمة ومهمة جدا في بدايات متاعك التوظيف الصحيح. ثالث حاجة اللي آآ آآ تكون انتي عندك عندك طموح. وقولوا احنا في المعاملة تكون يعني آآ اذكي في المعاملة مع الملاعبية. انا نشوفها دوما الصفات هذي الكل اللي اجتمعت في تشابي الانزو. كان ملاعبي اذكي. كان ملاعبي آآ آآ طالان واذكي ومامطان. ويبعب في احسن الدوريات لو نيفو. لكن آآ آآ كمدرب زادة ناجح. آآ آآ نشوف اللي هو عنده مستقبل في الجمعيات الكبرى. اه. باير لي في الكوزو تلعب غدو ونص مع باير منيخ. غدو المباراة بشتعادة ديليكت على ايافين مع ستة ونص. لكن ما العادة دي مع عنا كنها رسبت نعدي مباراة من البودس ليجة. غدو الشوك بين باير ليفركوزن باير منيخ. نحب نعمل التحية لموهاب مغروم من الفاتات هذية تونسية. موجودة مع شوب بين باير ليفركوزن. الويلد انتيحة كان موجود في ليفركوزن ربي يلعبه. سي مغروم. تحية اليوم يسمع فينا من المانيا. نخرج بطولتنا هنا بطولة الوطنية نحكيو عن نادي الافريقي. هو موضو كبير هو مدرب جديد للفريقة. رحبايا بالجميع في برنامج سبور شيك. مرحبايا بالناس اللي تسمع فينا. وتشاهد فينا ما زالوا براتيك مو تساة دقائقة عب ستارش نحكيو فيها عن نادي الافريقي. البارح كنا اطرحنا الموضوع اللي فهم مشاكل بين نادي الافريقي والمدرب كفالي مشاكل يعني كوراوية رياضية والبارح يعني في سيلمون تم انهاء تعاقد مع هذا المدرب الفرنسي اللي جهد ستارش جانبي للنادي الافريقي. سواء الاول النادي الافريقي آآ انهار ستارش جانبي عين المدرب. والبارح حسنا يا فيفري انهاء التعاقد معه. ترى قرار شوجيع من نادي الافريقي ام آآ يجب يكون آآ قرار خطأ. هي هدية من الجامعة التونسية لكرت القدم للنادي الافريقي. وليه مسؤولي النادي الافريقي آآ بتاع توخير البطولة. اعطاتهم هدايا هالمارج الكبيرة انه مش يخذوا قرار شجاع ويقيلوا المدرب. تقول لي اليوم ايقال انت على المدرب بعد ثلاثة جمعات آآ حاجة غريبة ولا ماشي غريبة. حاجة غريبة لانه المدرب ملعب حتى مباراة رسمية. اه. الاكيد انه فما سبب كبير يعرفوه كان مسؤولي والناس اللي لداخل في النادي الافريقي. وراء الهذا الناس الكل تحكي انه فما ممكن علاقة متوترم على لاعبين. فما تبديل متع بوستوات ولاعبين غير مقتنعين بالمدرب. ها وعندك فكرة ها وعندك فكرة. اكيد. ها قريد دروس كملي. ها يعطينا زيد واضح خلني اسمع في نا اكيد. فما ممكن دي بوست ممكن معينين تبدلو متع دي جوور. دي جوور ما مش قابلينهم. ممكن الكميونيكاسيون ما بين المدرب واللاعبين. ما هاش بهي بشوقنا هاللاعبين في الموديل درجو متاع وهو. فما شكون يحكي على طريقة التمارين خايبة. انا الحقيقة ممكن من نجمش آآ نقيم هذيه لكن في ثلاثة جماعات يكون قيم هذيه لانو مدرب هو ما جيش من البارح يراني. مدرب عادة بعدي التجارب لكن في آآ ثلاثة عربعة تجارب اللي فاتوا بتاع الجمعيات ممكن يلاعب ثمانية مباراة كهو ويتنحى. دونك موش قاعد يتاول آآ في الجمعيات. فما ممكن لحقيقة آآ لاعبين كانوا مؤثرين مع المسؤولين بش نحاوه. لكن السؤال هل اللاعب اليوم في الكرة التونسية قادر انو يغير مدرب هذي راو مشكل كبير لو يصبح مسحيح رفا ما دي جوور كادر عندهم علاقة بالرئيس ويشاورهم الرئيس في الوحي. لكن لو تولي اللاعبين الناس الكل ما يعجبهمش المدرب آآ يتكتلوا ويمشيوا الرئيس يقولوا نحينا المدرب راو هكي رانا بش ندخلوا في مستنقعة كبير مناش مش نخرجو منه. منو. لكن السبب اللي تنحى عليه راو ما نتصور سبب مقنع لانو رئيس نادي في الوقت هذا بالذات يخو قرار شجاع بش يقيل مدرب ميناجم يكون كنر مصلحة النادي ويعرف انو نادي الافريقي معا كافالي راو مغاير قادر انو يتعدى. نيف في في الكاف نيف الشامبيونة متاع تونس. آآ محمد بشيك ملخ بكل نغبط بكلم بتاع البارح لانا كلام البارح قلت راو قرار باقي يصلح الانسان ويخلط هو يصلح. هذا حاجة باقي برش. لكن اليوم كان اختيار ثاني ديما هوك انا اخويا نعنطيك حقك هاوك بش تبدل في بيرك. اختيار ثاني كان كافالي وبرش كلم عليه مالي جاي كافالي. علش اليوم نادي الافريقي اخسر تلاتة جماعات هذي. من الول ما يحطوش وكا هو. باي. اول حاجة اول شي هو تدارك الاخفاق بدون تكلفة هو نجاح في حد ذاته. انا داركت الاخفاق بتاعي وفي الوقت المناسب. وما كان اه اسف انا حاليا لذلك ما نجموش نحلو اه اه ناقفو ونحلو ونحلو اه اه ديسكور وعلا شو كيفاش وكذا. مادام وقع تدارك الخطأ في الوقت المناسب. ووام بلو يستعويضو. شنو شنو حاجتك انتي? حاجتي مدرب في قيمة النادي. تو دانكو انا اه اه تداركت الاخفاق ذاكة وجيبت لك مدرب في قيمة النادي والكبير في قيمة النادي. شنو مطلوب اكثر? تو حاليا في الوقت هذا وقت خدمة. ووقت اللي يلزمنا نتكاتفه على الجامعية. لانه تويكا حاليا اذا تحب تمشي لبعيد في البطولة ولا تحب تمشي اه اه لبعيد في الكوبدافريك. انتي الاليات الكلة توفرت لك. حاليا قال لك من غير ما تشوشر على الجامعية. مادة بكل شيء وقع اكتماله. حاليا تحب تحاسب بعد حاسب. شنو اللي صار على ليش? في كل حالات انتي مش تحاسب في الاخفاق. وهم. لكان فما نجاح. انتي مش تتناسى المشكلة ولا? لكان فما اخفاق. بطبيعتك مش تحل الدسكوري القديم والكذا. حاليا طويكا نسكروا الموضوع ونخنو على روح. محمد علش تنحى اللي كفالي? وكينيديا والله انا من حبش تسأل علش تنحى. مادام وتنحى. مادام فما ريزون اللي اه قوي. اللي هو تنحى. خطر. شوف تاريخة العمل امتيجة وقديمة. شوف مهدي. شوف مهدي. شوف مهدي. شوف مهوش مقطع نعمل يعبين معاينين اليوم اديك ليه. كانوا مسحي تسأل. دعوة انا شنقولك حاجة. مهدي انت انا حبيت نقوله نحنا نتغاض على ال 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 هذي. لكن انت رجعتني لها. شوف هو اه المشكلة شنو? علش جبته? وعلش اقلته? اي. علش جبته كيفاش? بانا كريتير انت اخترته? وعلش انت تودانكو جبته سيئة وكونفيرمية وصحعت له? ونحيت. انا اخويا الاسباب هذه هي لدارة هي لتقول لك وتخرج يمكن في الكميونيكاسيون. انا ناقصة لدارة. لكن يا اخي انا عوضت لك. وفما امور نقوله نحنا اه ان تبدأ لكم تسؤكم. سبحان الله. فما حاجات. لا تسألوا عن انشاء عن اشياء ان تبدأ لكم تسؤكم. انا صاحب القرار جبت لك واحد يرضيك. علش تفركس من المشاكل. صحيح. هاي عندك تويكة اه بطولة مساغرة. تويكة نجمة هزفها شمبيونات. كي ما عندك وبدأ افريق. سيء اقف مع الجامعية. ومبعد في صورة الاخفاق انتي مش تحل الف باب. واللي دارة مش تحل الف باب عليها. حاليا سيء. خان قدمه. منظر كبير هو مدرب اللي بشد النادي الافريقي. تراه اليوم منظر كبير رجل مرحلة يجب ينجح مع النادي الافريقي. منظر الكبير في تحدي شخصي ذاتي اللي هو مع النادي الافريقي. في رحلة البحث عن اول بطولة لي في كارييرو. صحيح. لانه منظر الكبير كفاءة كبيرة ياسر في التدريب. مدرب على اعلى مستوى. لكن اليوم بتنجم تمر بعدة مراحل تدريبية. غضوة بوستيلي في جمعية كبيرة اخرى. تقول لك هذا مدرب ما عندوش بالماريس ما عندو حتى تيتل ويتقال هذي الكلام. موسى بالله يسمحني. هذي يروا مهم ياسر. شعبك تخخطينا عم بحركة. منظر الكبير يعرف المجموعة والرسيد البشري متع نادي الافريقي رسيد بشري قادر انه اليوم يفوز بالبطولة على عشرة مباريات. يعرف انه مونظر الكبير قادر مع الرسيد البشري اللي موجود. انه هو رو ينجم ينجمي هز البطولة. كنا نتصور ممنظر الكبير قادر انه إى يرفع التحدي مع النادي الافريقي. نادي الافريقي عندو بطولة عندو كأس الفريقيا وعندو كذا لك اياس تونس ثلاثة تلاتة يعني هذو ما يجب يلعب عليهم نادي الافريقي محامد اليوم محمود الكبير في تحدي في الثلاثة هذه ذو ما تيترويت ليجب يلعب عليهم نادي الافريقي. هنا قلت نحكيه على مدر كبير. مدر كبير اه شوف مدر كبير اه شنو هي العائق العائق اللي اه صار اللي داره شنو هو. اول حاجة انتداب اه انتداب مدرب اجنبي. اه يعني نقوله نحن باقل تكلفة. لانه التكلفة هي اول حاجة هي لو بستكل قدام الفريق. اه. التكلفة هي اه اقوى من امكانيات الفريق اللي يتخبط في اه في نقوله نحن في اه مشاكل اقوى من اه اه مصروف اه مصروف مدرب اه واحد شهريا متاع مدرب ولا ابتدي تاي. حاليا. قيمة اكتيك مو. حاليا قيمة الكبير وكريير الكبير. حاليا نقولك الاكفأ في الساحة الكل اللي اه ينجم يقول النار رضا الناس الكل. لانه طويكة كفاءة بالاكسبرينس. مدرب منتخب. مدرب في اقوى اه مدرب اقوى الجمعيات في. رجل بايضاوي. ندي بزاقنا السياح لتالجتونس. يعني شنو تحب. يعني شنو وش نزيد نقض حفية مع الكريير هذين كل. لا في قيمة النادي. نزيد نعطيك سويل. ما عنديش مختبار شنجاوبني بسرعة واللي. اه. بارة اه. كبير كان موجود. علش ما تعايتش ملور في وانتهي الموضوع. يا اخي انتي ديما ترجع لي للمشكلة وبيدو. انا اخويا سمحني سمحني. انا اخويا سمحني. عشرة ثواني. انا بقى عشرة ثواني. انا اخويا اعمل في امتيحة. اغلطت في الامتيحة نفسخت وعود تكتبت. مش تكتب لي سفر. مكش تكتب لي عشرة. عشرة صحية. سيئة. عليش تعود تعود لي الله يا ديك. قوي حتى فالي جيبه سياسي. طلع. معادش نحكيه على المحلل المحلل الرياضي. المحلل السياسي لجم المحلل المحلل المحلل. في كل حالات هي جاية المحلل. ان كان ايجابيه وسلبيه. متفاعل متفاعل بوي قدومك باير. في كلمة متفاعل اي ولا لا. لا متفاعل انا متفاعل خير من اللي كان. واضح. موضع. منظر الكبير كفاءة كبيرة قادر انه ينجح مع النادي الافريقي لحقيقة. واضح هنا شخص هيا اللي نعرفه هو جاري لو الاميل. ربي وفق جاري. ايه جاري لابي وفقه. في مهمته الجديدة. هكا كمانا السبور شيك للسبوع هذي. اعتك صاحة محمد. اعتك صاحة مادي وربي فضلك. وربي حق رادروزك بالجديد بالجديد. افصد اعتك صاحة بركة له فيك. اعتك صاحة عاشك. كما قلت وفصل لنهاية سبور شيك. تحية للنس كل خاصة النور في الاخراج نعود لك نور فرحة الكبيرة على قريب بعد شهرين. ان شاء الله مبروك كذلك العمليك اياب وامينو. اصدقوا بحثيك. نخليكم احمد تليدي في الاخبار نقول لكم باي باي.